أهلا وسهلا بكم أرحب بكم ترحيبا عظيم عظيما يليك بكم ويليك بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة جديدة كلمة جديدة في كل حلقة هذه الكلمة ننتقيها بعناية تامة قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع وهذا الفهم الخاطئ مرده إلى واحد من أمرين لم يأتي هكذا هذا الفهم الخاطئ إما لطغيان العامية على الفصيحة فالسامع للوهلة الأولى يذهب بذهنه يذهب بعقله يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية ولكن المعنى المقصود يكون معناً آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح هذا مرد المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربية الواحد يحمل معاني عدة في طياته هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية هذه المعاني يكون بعضها مشهوراً لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور ألبتة فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور وهذا شيء طبيعي أحبتي نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافاً ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافاً وإنما لنا ركائز نعتمد عليها الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود فالكلمة روحها هو السياق والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى ليس انتقاصاً من أراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين ولكن المفسرين القدماء هم حفظت اللغة هم لغويون في الدرجة الأولى فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد يجمعون والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعاً وهي المعاجم العربية القديمة المعاجم العربية هي البوتقة هي الحاضنة هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا أحبتي أهلاً وسهلاً بكم من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106 وآخرون مرجونة لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم طبعاً وآخرون مرجونة لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجونة من الرجاء أي أنهم يرجون الله لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقاً المعنى المقصود مرجونة أي مؤجلون من الإرجاء مؤجلون لأمر الله طبعاً أحبتي بداية لا بد من العودة إلى السياق الكرآني كاملاً انظروا معي يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أمر إلى هي بالعمل اعملوا فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ مَرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُنَا يُخْبِرُنَا يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ مُرْجَوْنَ أي مُؤَجْلُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أولاً السياق القرآن يتناغم تناغماً عظيماً مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير الذي يعمل حسناً يراه الله ورسوله وآخرون مُرْجَوْنَ أي مُؤَجْلُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ انظروا ما يؤكد هذا المعنى ما جاء بعدها إما يُعذِّبُهُم وإما يتوب عليهم فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة هذا السياق القرآني أما طبعاً ما ورد في كتب التفسير إجماع لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل أن مُرْجَوْنَ بمعنى مُؤَجْلُون فهم مُؤَجْلُون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ربما يكون هذا لا نريد أن نتوسع كثيراً من باب مثلاً في علم الفقه الحديث من يبحث في إنسان لم تصله الدعوة لم تصله دعوة التوحيد يعيش مثلاً في الكطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جداً فيا أخي أن تتركه ولا علاقة لك به هذا مُرْجَى ومُؤَجْلُ لأمر الله سبحانه وتعالى إما يعذبه وإما يتوب عليه أن تفعل المطلوب منك وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا تنظروا في الآخرين هؤلاء أمرهم مُرْجَءٌ إلى الله سبحانه وتعالى أسياك ما قاله المفسرون وما ورد في المعاجم مُرْجَونا أي أصلها مُرْجَؤون أرجاء أصلها مُرْجَؤون لأمر الله لكن طبعاً حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة مُؤَجْلُون لأمر الله وقضائه ومُؤَجْلُون من أرجأته أرجئه إرجاء أي أخرته وأجلته تأجيلاً وتأخيراً ومنها الفرقة الإسلامية المعروفة في الفرقة الإسلامية الشيعة والسنة والخوارج وهناك فرقة المُرْجِئة التي أرجأت الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ولم تدخل الفتنة الطائفية التي حدثت والله سبحانه وتعالى أعزه وأعلم أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى كل شوك عظيم وللقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جوانبها نستمتع معاً فأهلاً وسهلاً بكم وإلى اللقاء